نكمل يا تاسع تطبيق صفحة 60 طبعا في درسنا الزاوي المماسي ذلك رح ناخد تطبيع علي ونتائجة لدينا AB وتر في الدائرة AB وتر في الدائرة C-O-R إذن دائرتنا اسم C مركزها O ونصف قطرة R AB وتر في هذه الدائرة و-AX مثل ما نشايفين مستقيم الأخضر مماس للدائرة مماس للدائرة في النقطة A نقطة التماس إذن A نحدد على AX على المماس نقطة ولتكون D بحيث أن طول القطعة AB يساوي A هذه القطعة A تساوي القطعة AB يذلك إذن لدينا AB يساوي AD نرسم DB يعني بعد ما حددنا النقطة D نصل D إلى B فرح تقطع الدائرة في نقطة تاني والتاني ولتكون H برهن أن المسلس A H D مسلس متساوي ساقين لازم استفيد من الفرضيات شو بإلي الفرضيات؟ إنه AB يساوي AB يساوي AD طيب إذا عنا AB يساوي AD يا تاسع متما قالونا الوتر AB يساوي القطعة المستقيمة AD وبالتالي فالمسلس AB متساوي الساقين لماذا متساوي الساقين؟ لأنه فيه ضلعين متساويين وبالتالي الزاويتين التي تقابلان الضلعين متساويتين يعني الزاوي D هذه الزاوي D تساوي الزاوي B إذن هاي أول استفادة إنه الزاوي D تساوي الزاوي B رح سميها العلاقة واحد رح استفيد مننا لبعدين طيب كذلك لدينا AX مماس ولأنه AX مماس فالزاوي H A D زاوي مماسي هاي زاوي مماسي هاخذ غير لون إذن لدينا A H D زاوي مماسي وبالتالي A H D زاوي مماسي تحصر القوس A H A أو عفوا D A H زاوي مماسي تحصر القوس A H ويوجد كمان زاوي أخرى تحصر القوس A H تعالوا نشوفها مينا الزاوي المحيطي A B H لحظوا أحط علي إشارة كحلي كمان تحصر القوس A H إذن أصبح لدينا الزاوي D A D A H زاوي مماسي تحصر القوس A H كذلك A B H زاوي مماسي تحصر القوس A H وبالتالي الزاوي A B H تساوي الزاوي D A H ليش؟ لأنه محيطي ومماسي متساويتان لأنه ما تحصران القوس نفسه بد بعيد تتساوي الزاوي المحيطي والمماسي عندما تحصران القوس نفسه شرط يكونوا في نفس الدائرة لاحظ أشو استفدنا من A X إنه مماس استفدنا منه إنه A صارت عنا زاوي مماسي كذلك B زاوي محيطي لأنها تقع على محيط التالي على محيط الدائرة وبالتالي الزاوي A تساوي B شوفوا لاحظوا يا تاسع صار عنا الزاوي B موجود بالعلاقة الأولى والعلاقة الثانية الزاوي B تساوي الزاوي D وتساوي الزاوي A الزاوي B لاحظوا لو أنت لكم ياها بالأحمر والكحلة تساوي D وتساوي A وبالتالي الزاوي D تساوي A استفدنا من واحد واثنين وقدرنا نسبة إنه الزاوي D تساوي D A الزاوي مماسي إذا صار عنا في المسلث D A صار عنا زاويتين متساويتين وهما الزاوي D والزاوي A بما أنه أصبح لدينا زاويتان متساويتين فالمسلث D A متساوي الساقي اللي تساوي زاويتين فيه فالمسلث D A متساوي الساقي لتساوي الزاويتين T U A به وهو المطلوب هذا ما طلب منه ترجمة نانسي قنقر